وجد آلاف العاملين المهاجرين إلى لبنان أنفسهم مشردين في الشوارع وبين أنقاذ المباني المدمرة وذلك جراء الغارات الإسرائيلية المتواصلة وذلك في ظل تكدس الملاجئ التي أنشأتها الحكومة اللبنانية الاستيعاب النازحين داخليا عندما تدق طبول الحرب فليس هناك شخص بمنأ عن ويلات الحروب ودمارها هنا في لبنان مئات الآلاف من العاملين المهاجرين وجدوا أنفسهم بين عشية وضحاها مشردين في الشوارع مع بدء العدوان الإسرائيلي على لبنان سيناريو نزوح متكرر ففي بداية الأمر هربوا من ديارهم بحثا عن الأمن والأمان ولم يكن في مخيلاتهم أن ينتهي بهم الأمر مشردون في الشوارع ولا يملكون العودة إلى بلادهم الوضع في لبنان ليس سهلا بالنسبة لنا في الوقت الحالي بسبب هذه الحرب لذا فهذه هي الطريقة التي نعيش بها الآن في لبنان كنت أعيش في بعلبك وفي اليوم الأول الذي هاجمت فيه إسرائيل رأيت الكثير من القنابل تتساقط وكنت أريد البحث عن أختي ولم أعرف مكانها ووسط العدوان المستمر على الضاحية الجنوبية لبيروت بل وحتى بيروت نفسها تكثف السلطات اللبنانية جهودها من أجل إيواء النازحين اللبنانيين الذين قدرت أعدادهم بأكثر من مليون نازح منذ بدء العدوان ولكن لا تتوفر أماكن كافية لاستعاب هؤلاء المهاجرين ما يدفعهم لاتخاذ الشوارع والمباني المدمرة ملجأا يأويهم المهاجرين في لبنان ملاجئنا ممتلئة والحكومة تنشئ مدارس لا تقبل أي مهاجرين أو لاجئين ولإعطاء الأولوية للمئات والمئات من الآلاف من اللبنانيين للأسف انتهى المطاف بكل مهاجر ولاجئ في الشارع نازحا دون أي شيء ولا يحملون سوى الملابس التي يرتدونها و95% منهم لا يحملون حتى جوازات صفرهم وفي ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على لبنان فقدت أعداد كبيرة من العمال المهاجرين وظائفهم وأصبحوا حاليا يواجهون صعوبات ملحوظة في تأمين الغذاء والخدمات الأساسية لأسرهم بالإضافة إلى عجزهم عن تزديد نفقات الإيجار وحصولهم على الرعاية الصحية الأساسية